تحدّسنا في الأسبوع الماضي عن خطة الله الرائعة خطة الله الرائعة لفداء الإنسان وخطة الله الرائعة لهزيمة الشيطان وخطة الله الرائعة لاسترجاع السلطان المفقود بسقوط آدم وخطة الله الرائعة لبنيان أو لبناء الكيان الذي هو الكنيسة وشفنا كيف هذه الخطة ذروتها تحقّقت في موت المسيح وقيامته من بين الأموات فبالصليب دفع المسيح ثمن خطيانا وأثامنا وبهذا حقق عدل الله إذ دان الخطيئة بالموت لأن المسيح الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه وبالمسيح أيضا صالحنا مع الله الآب محققا ومظهرا مقدار عظمة ومحبة ورحمة الله إلي ما إلى حدود كما هو يقول الكتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وبالصليب فتح المسيح لنا باب الخلاص بالرجوع مرة أخرى للتواجد في محضر الله أن ندخل بكل ثقة بكل جرأة إلى عرش النعمة من خلال دم الحمل بطل في قدس وقدس الأقداس لكن توجد الأقداس مفتوحة على مصرعيها لكل من يأتي من خلال معبر دم الرب سوع المسيح وأعلن المسيح بكل صراح وكل الأناجيل وكل الرسل أنه لا خلاص للإنسان إلا فقط من خلال شخص الرب سوع المسيح لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسمين اسم الرب سوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه أفران الخطايا من له الإبن فله الحياة ومن ليس له الإبن من ليس له الإبن فليست له الحياة بل يمكث عليه غضب الله آيات واضحة هائلة قوية جداً تعلن هذا الإعلان وبالصليب أيضاً رأينا أن المسيح هزم الشيطان وكل قوات الجحيم بمعركة عادلة كونه ابن الإنسان آدم الثاني الذي جاء يعلن الطاعة الكاملة لمشيئة وإرادة الله بعد أن فشل آدم الأول بعصيانه وعدم طاعته لمشيئة وإرادة الله فيسوع على الصليب كابن الإنسان هناك دفع الثمن ومات ويسوع كلنا منعرف نسوته ولهوته هو ابن الإنسان وهو أيضاً ابن الله والله المتجسد في المتجسد ومهم أن ندرك أحبة أنه الذي مات على الصليب هو يسوع ابن الإنسان الله لا يموت والله مش محتاج إلى أن يحارب العدو لكونه الله لأنه بنفخة فمه يبيده لكن يسوع ابن الإنسان يمثل البشرية جاء بمعركة عادلة وهزم الشيطان في الصليب بالموت والقيامة وماذا مع لهوت المسيح تذوق الموت يقول الكتاب في عبرانين 2-9 ولكن الذي وضع قليلاً عن الملائكة يسوع نراه مكللاً بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد هذه الهزيمة هزيمة الشيطان تمت زي ما قلنا من خلال طاعة المسيح الكاملة لمشيئة الآب السماوي لفيها المسيح أشبع قلب الآب كون الذبح العظيم الذي قدم ذبيحة الكاملة المرضية وحقق عضل الله وزي ما قلنا قدام محكمة عضلت الله دفع ثمن الدين كله لأن الذبيحة كاملة كانت كاملة كلها وكان الثمن للعصيان هو الموت ويسوع جاء لكي يعالج الموت بالموت بالطاعة الكاملة وبالذبيحة الكاملة لهذا استطاع يسوع بموته على الصليب أن يغلب الموت وأن يغلب سلطان الموت من له سلطان الموت أي من إبليس كما هو يقطوب إداس الموت بالموت لكي يبيد بالموت بالذبيحة الكاملة القدمها المسيح ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس وبعدما اعتقد الشيطان أن القصة قصة يسوع قد انتهت بموت المسيح على الصليب ودفنه في القبر وبعدما تنفس الصعوداء وقال لكل قوات الجحيم أخيرا تخلصنا من يسوع دعونا نحتفل وما إن بدأوا بالاحتفال وإذ الأرض تهتز وقوات الجحيم ترتعد وترتعش وأبواب الجحيم بلحظة قد انفتحت وانخلعت ونور المسيح دخل ويا سطع في كل المكان والأرواح الأرض الشبيرة أنا بتخيلها سقطت على الأرض مرتعدة ومرتعبة والشيطان بصوت أسيف ينادي مين يسوع ما أنا تركتك في القبر قال له يا شيطان أنا هزمتك اخلع نياشينك هات النياشين نعم إنه قد جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ضافرا بهم فيه فأخذ السلاطين والنياشين كلها يسوع امتلكها وقاد الشيطان في موكب جهور مجاهر دام الأرواح والملائكة والله في موكب معلن أنه قد تمت هزيمته في معركة عادلة كونه ابن الإنسان لكي يعلن ويرد السلطان والنصرة للرب وأيضا لشعب الرب للكنيسة المفدية اللي رح يولدها من جديد واللي بدأها في البداية بدم الزبائح لكن ليس هذا فقط لكن قال له أعطيني مفاتيح الموت والهاوية كيف بنعرف هذا الإشي؟ هذا ما قاله رب المجد ليحنى في سفر الرؤية في جزيرة بطمس قال له لا تخاف والرب أقول لك لا تخاف أمين؟ لا تخاف يا أخت وسيلة أمين؟ لا تخاف أنا هو الأول والآخر والحي كنت ميتا نعم لكن ها أنا حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهاوية والموت فسيدنا حبيبنا يسوع مفاتيح الهاوي والموت بين إيديه فليش خايف من الموت؟ من المفاتيح بإيديه عزيز في عيني الرب موت إيش؟ يعني ما بقدرش الأمر يصدر إلا من عنده في حياتك فأنت حياتك بقوة الله محروسين لأننا انتقلنا من سلطان الظلم إلى ملكوت ابن محبة وبطل للعدو سلطان سلطان الموت ما بيجرع بيسرع المؤمن لكن يسري على غير المؤمن لأننا انتقلنا لسلطان الرب ويسوع في الصليب في الموت والقيامة افتد أرواحنا ونفوسنا لكن في اليوم الأخير الذي هو يوم القيامة الذي سيأتي عن قريب على السحاب مع موكب الملائق والقدسين ليفتدي أجسادنا ويمنحنا ذاك الجسد الممجد الذي أخذه يسوع بقيامته من بين الأموات الجسد لا يسود عليه الموت ولا فيه أي ذرة من الخطيئة أو الفساد الجسد مجيد جدا له كل المجد هللويا مبارك اسم الرب سوع إله ما عظيم أحبه وإحنا محتاجين أنا أعرف أنه البعض بعرف لكن محتاجين نعلن هذه الحقائق حتى إحنا إيماننا يرتفع حتى كمان العدو يسمع ويعرف أنه إحنا فهمين أن لنا استرد هذا السلطان ويسوع أخذ السلطان ومنحه مين لكل من يؤمن به وبالأحر للكنيسة المفدية بالدم الثمين عروس المسيح لاشتراها وافتداها بدمه وقال دفع إلي كل سلطان كل سلطان من من في السماء ومن على الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم الآب والابن والروح القدس السبت هذا راح نعمد بإسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به ولمن تذهبوا وتلمزوا وتعمدوا وتعلموا تكرزوا بالإنجيل وتنادوا بالإنجيل أنا وعدت أن ها أنا راح أكون معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر فبدك الرب يعلن سلطانه حياتك تضلكش محلك اذهب اخرج إلى الحصاد والرب يقول لك أنا معاك أيدك بسلطانه ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر قال إن أعطيتكم سلطاناً أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء ليش؟ لأن أنا هزمته همين؟ هزمته في الصليب له كل المجد هزمته كابد الإنسان نيابة عنك وعني وإنت بتغلب بغلبة يسوع وبتدوس إبليس بقوة يسوع لذلك لازم إحنا دائماً كل يوم نلبس المسيح أمين؟ وهذه كمان الهادور في المعمودية لما إحنا نتحدف مع يسوع في موته وفي دفنه وفي قيامته أنتم الذين اعتمدتم للمسيح المسيح قد لبستم فأنا رايح مش بإسمي رايح بإسم يسوع هذه الآيات تتبع المؤمنين تتبع المؤمنين تخرجون الشيطين بإسمي سلطان المسيح فوضوا إلنا ليش خايف؟ ليش الآن؟ أم استيقظي والبسي عزك يا كنيسي خذ سلطانك يعرف مين أنت في المسيح شو هي هويتك؟ أحيانا معه أقامنا معه أجلسنا معه وين؟ في السمويات أفاسس واحد فوق كل قوة وسلطان ورياسة وأخضع كل شيء تحت مين؟ قدميه تقول أقدمين يسوع؟ مش قدمي أنا ما إحنا جسد المسيح أمين؟ مرة واحدة من الأخوات قالت أنا يعني بجسد المسيح بحب يعني أنا بتمنى أن أكون كفة الإجر يسوع الجسد تبع يسوع الكنيسة يعني قالوا ليش بيزدق عشان دائماً أضلني داعس على إبليس أمين؟ داعس على إبليس بإسم يسوع له المجد وين صرنا؟ أمين؟ هلالوية أنا فرحان الليلي متشجع في يسوع هذا الإعلانات بشو بتعمل؟ ترفع نفوسنا في إسم الرب بسوع مسيح لكن أيوة أربعة أربعة بنا نركز على أربعة المرة الماضية ما عملناش أربعة بالصليب استطاع المسيح مش بس عمل الانتصار وطلع السماء وفلت الباقي لا أن يؤسس عروسه كنيسة المفدية اللي اشتراها بدمه عروس المسيح جماعة المؤمنين المفديين لاشتراهم ليش حتى يعد هذه الكنيسة عروس المسيح لتأخذ دور هذا الكروب الصاقط لوسيفر اللي كان مسؤوعاً تسبيحه في السماء تأخذ دوره ليس بسلطان اللي أعطيه لوسيفر لكن بسلطان أعلى سلطان الرب يسوع مسيح نفسه اللي هو فوق كل قوة وكل سلطان وكل رياسة لتقود التسبيح ليس فقط في السماء لكن أيضاً على الأرض وتمتلئ الأرض بالتسبيح الرب حتى يتنقوا للرب للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها من كل ما في الأرض يسبح الرب بشكر الرب لأجل كنيسة الممتدة في هذه الأيامات في كل الأرض تسبح وتعظم الرب وتمجد اسمه القدوس والرب دعاها لهذه الكنيسة أن تجلس عن يمينه في السمويات وتملك معه إلى أبد الآبدين فنحن متحدين في المسيح متحدين بروح القدوس متحدين في العهد الجديد لصدعه معنا على الصليب له كل المجد له كل المجد وهذا الخلاص راح نقضي الأبدية كلها نغني ونسبح ونرنب الرب على إيش؟ مش على بهاءنا وجمالنا والعظم اللي عندنا زي ما كان له سيفر يعمل لا على بهاءه وجماله وأعماله وفداءه وخلاصه وكيف أنه اشترانا وكنا ضيعين والرب لآنا لأبدية كلها راح نقضيها نغني بأعمال الرب بحبه هذه الكنيسة التي اشتراها كنيسة مجيدة لا عيبة فيها ولا غضن عشان هيك بقول كما أحب الرب الكنيسة وبذل نفسه لأجلها هيك رب بدعو الرجال أن يحبوا نساءه بقدم قديش الكنيسة غالي جدا على قلب الرب وبكتب سفر كامل نشيد الأنشاد فقط يتحدث ويتغنى بحب العريس للعروس بحب الرب لكنيسته المفتية مبارك اسم الرب سوع فالرب سوع أراد من الكنيسة مش بس أن يعطيها سلطانه وروحه القدوس وكلمته لكن فيه شيء برتبط في الحرب الروحية مربوط مع التسبيح وبيبدأ الرب يحط الرموز في البداية من حتى النسل اللي جاء منه يسوع في الجسد فالله بعد الطفان بعد ما قال الإنسان فسد فأنا بدي عود أرجع أعمل من أول جديد أخذ عيلي ويبتبدأ من أول جديد من نوح الله يختار شخص اللي هو إبراهيم ويدعوه ليقيم منه شعب يكون هذا الشعب حامل اسمه وحامل كلمته ليكون نور للأمم ونور للعالم فيختار الله إبراهيم إبراهيم يأتي منه إسحاق وإسحاق يأتي منه يعقوب ويعقوب يأتي الأصباط الاثنى عشر ومن بين الأصباط الاثنعش الله يختار الصبط الرابع صبط يهوذا ليكون هو الصبط اللي منه يأتي بحسب الجسد فمع إنه صبط يوسف كان الأطقى بين الإخوة كونه بتذكر وجوده في مصر وأنقذن والرب تعاملوا حياة يوسف إلا أن الله يختار صبط يهوذا اللي كان يتميز تميز خاص في كل التاريخ الشعب القديم بسبب المعنى اللي بيحمله هذا الاسم ومعنى كلمة يهوذا أحمد الرب أحمد الرب وهذا موجود في تكوين 39 إذا ما نقدر نحطه تكوين 39 لمن حبلت حبلت أيضا لئة وولدت ابنا وقالت هذه المرة أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا بعدين توقفت عن ولاده في برقة يعقوب لأولاده 12 وفي بركته لا يهوذا بالذات بيقول له هاي الكلمات وهي كلمات نبوية على هذا الصبت يهوذا إياك يحمد إخوتك يدك على قفى أعدائك يسجد لك بني أبيك بعدين بيقول له لا يزول قديم من يهوذا حتى يأتي شلون وهي إشارة إلى شخص المسيح وله يكون خضوع الشعوب ندرس أكتر عن أصباط العهد القديم وخصوصا أيام موسى لمن كان في البرية مدة أربعين سنين نلاقي إشارات بتدل على أهمية الله للتسبيح وأنه يهتم أن يأتي المسيح من هذا الصبت اللي هو فيه رمز للتسبيح والرب عين واختار صبت يهوذا أنه لمن يرتحلوا كانت الخيمة الاجتماعية تكون بالنص والـ 12 صبت يتقسموا إلى 3 أصباط من كل جهة شرق غرب وشمال وجنوب ودائما دائما كان الله يختار أنه صبت يهوذا يكون من ناحية الشرق ليش؟ لأن البوابة تبعت خيمة الاجتماع هي دائما كانت موجودة من ناحية الشرق فأي واحد من الشعب من الأصباط بده يدخل إلى خيمة الاجتماع لازم يمرء من خلال هذا الصبت صبت يهوذا كانت إشارة زي ما بقول وقرأنا في بداية الاجتماع ادخلوا أبوابه بحمد دياره بالتسبيح يهوذا أحمد الرب مش بسيك لمن كانوا يروحوا إلى وكان فيه هناك تعرف العدل القديم شعوب وتأتي لحارب شعب الرب ولمن كانت تحارب شعب الرب دائما كان يسأله الرب يا رب أي صبت وتك تحط الأول الرب دائما كان جوابه يهوذا يصعد أولا يهوذا يصعد أولا وهذه إشارة أنه في رباط بابين التسبيح وحمد الرب في الحرب الروحية وتشوف هذا الإشي بشكل واضح في قصة الملك يهوشفاط عندما حاربت ملوك التلاتي ويهوشفاط قال لك راحت علينا شو بدنا نعمل شو الحل ورفع قلبه آي هاي الكلمات المشهورة لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا وبقول تاني يوم بعد مستشار الشعب وضع فريق المسبحين والعازفين والمرنمين قدام الجيش وبدأوا يعزف ويرنموا الرب صالح وإلى الأبد رحمته الرب صالح أكم مرة عدوها بعرفش بس قاعدوا يرنوا 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 وبينما يرنموا أرسل الرب أكمنة على جيوش العدو وبدأوا الأعدو والثلاث الجيوش يقاتلوا بعض حتى أفنوا بعضهم بعضا والشعب ما عمل ولا إشي لكن الرب هو الذي قاتل عنهم وأنقذهم فهذه إشارة إلنا في العهد الجديد أن فيه هناك ربا ما بين التسبيح بقوة والسلطان بالروح والحق والحرب الروحية وبينما تسبح الكنيسة في هذا المكان وفي كل مكان بالروح والحق فيه أمور تحدث في العالم الروحي وفيه اختراقات وفيه بركات وفيه انتصارات الله يجريها ويحدثها راح نشوف نتائجها لأدام أمين مجدا لإسم الرب سوع مسيح له كل المجد له كل المجد حتى لمن كانوا يرتحلوا من مكان إلى مكان كان دايما الرب يأمر صبت يهوذة هو أول صبت يرتحل ودلالة إنه الرب يعطي أهمية للتسبيح أهمية للتسبيح هذا الصبت صبت يهوذة هو نفس الصبت الذي جاء منه النبي داود والمسبح المرنم إسرائيل كاتب أحلى المزمير وأيضا الملك الذي ملك على إسرائيل واختار الله زي ما بقول في مزمور 78 اختار الله خيمة داود ورفض يعني ما أختار خيمة يوسف حتى يصل في النهاية إلى عريس الكنيسة يسوع ربنا ومخلصنا وفدينا الملقب بالأسد الخارج منين من صبت يهوذة هذا ما قاله الملاك للشيخ اللي جالس بجانب يحنى في سفر الرؤية لما ينقعد يبكي لأنه لم يوجد من هو مستحق أن يفتح السفر وأن ينظر إلى هذا السفر فيش ولا واحد بالسمى كان مستحق أنه يقدر يفتح السفر وينظر إلى السفر قالوا لا تبكي الشيخ الملاك قال الملاك الشيخ قال لي يحنى لا تبكي هو ذا الأسد هو ذا قد غلب الأسد الذي من صبت يهوذة شوف ربطه في صبت يهوذة أصله داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة صبت التسبيح صبت الهتاف صبت الترنيم اللي فيه تسبيح بتشؤ أمور عظيمة جدا له كل المجد مبارك اسم الربسو وهذا الأسد هو نفسه الحمل هذا اللي شافه يوحنى أسد وحمل وحكى عنا الأخ الثاني يومة الأحد الذي ذبح على الصليب لفداء العالم وهناك على الصليب احتمل المسيح الخزي والعار والألم لكي يحرر لكي يقيم لنفسه كنيسة مجيدة عروس لا عيب فيها ولا غضا ولا شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب لتكون هذه الكنيسة متحدة في المسيح هذا مهم جدا من خلال شخص الروح القدس الساكل الآن وين؟ في أرواحنا ولتقدم هذه الكنيسة تقوم هذه الكنيسة آسف بهذا الدور العظيم في حمد وتسبيح الله واستعادة سيادته على الأرض زي ما قلنا مسيح استرد السلطان لكن السلطان فعال على كل من آمن في المسيح طيب شو مع اللي ما آمنوا في المسيح بعد انتح سلطان الشيطان فمهم جدا في التسبيح الله بيصنع اخترقات روحية طيب لأنه إمكانياتنا إحنا كبشر طيب أمكانيات ضعيفة غير كافية حتى نثبت حق الرب في كل الأرض حتى نسحق قوات الجحيم بقوةنا من يقدرش الله منحنا الروح القدس حتى يشددنا ويقوينا كما نقول في يقول الكتاب فيه أفاسه الستة نتقوى بالرب وفيه شدة قوته أي شدة قوة مين بمين بالروح القدس وبعدين حتى ينقلنا سلطان الله وبعدين منح الرب لنا اسم عظيم اللي حكينا عنه نهزم العدو هذه الأيات تتبع المؤمنين تخرجون الشيطين بإسمه منح الله أعطانا صلاح الله الكامل لكي نثبت ضد كل مكايد العدو لكن أربع اللي نركز عليه هو أعطانا سلاح التسبيح الذي من خلاله شغلتين بالتسبيح نشبع قلب الله هذا اللي نيجي نعمل وإحنا عم نعبده ونركز على اسمه ومنغني لشخصه ومنعلي ومنرفع رايته نشبع قلب الله ومنفس الوقت اللي فيه عم نسبح ونشبع قلب الله الله جعل مع هذا التسبيح سلاح روحي للكنيسة من أجل تسكيت وتأديب إبليس على كل عصران وتمرد صنعه منذ البداية وهزي ما بقول في مزمور تماني تنين من أفواه الأطفال أي مشهورة من أفواه الأطفال والردع أسست حمدا بسبب أضادك منه الأضاد عدو إبليس اللي هن ضد الرب ليش لتسكيت عدو ومنتقم وهذا منسميه ما نسميه الواقع الروحي للتسبيح فالواقع الروحي للتسبيح هو التأثير اللي بيحدث في السمويات شو بيحدث في السمويات نتيجة ما نصنعه نحن بالإيمان في المستوى المادي والواقع يعني إحنا نعمل وإسا اليوم عملنا خطوة إيمان وبالإيمان أعلننا وأعلننا 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 هذا الإعلانات الأعلنناها بالإيمان في واقع المادي في إلها تأثير في العالم الروحي من خلال التسبيح الواقع الروحي إنه ما يحدث هو أنه يجرى بينما الكنيسة تسبح يجرى أحكام على إبليس بينما الكنيسة تسبح وتعظم اسم القدوس بهذا الوقت هناك في أحكام تجرى على إبليس هناك دينونة وأحكام وضعها الله على مملكة إبليس عندما سقط وعندما في كبرياء وعندما طرد من الجنة من السماء إلى الأرض وهذه الأحكام تعمل وتؤثر بقوة بينما الكنيسة تسبح وتمجد الله فيقول هذا منشوفه في مزمور مئة وتسعة وأربين عدد ستة وتسعة هاي الآيات تنويهات الله في أفواههم تنويهات يعني تسبحات أو تعظيم الله بملء الفم وسيف ذو حدين في يدهم سيف ذو حدين إذا منشوفه في الرؤية واحد ستعش بيحكي عن الرب الذي يخرج من فمه وسيف ذو حدين ليدين الأمم فهي إشارة إلى الدينونة إشارة إلى كمال الدينونة والحكم الذي ينفذ بقوة أثناء التسبيح سيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأدبات في الشعوب الأمم والشعوب اللي هي كانت إشارة إلى مملكة اللي هن أعداء شعب الرب وهي إشارة هون إلى مملكة الظلم لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد ليجروا بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع أطقيائه هللويا بينما الكنيسة تسبح بالروح وبالحق بينما الكنيسة تسبح وتسر قلب الله وفي تسبيح عن تسبيح بفرق لمن تسبيحنا بيبدأ يسر قلب الرب ويشبع قلبه بالسرور لأن تسبيح الله يبحث عنه ليس من الشفاه لكنه من القلب بالروح وبالحق زي ما قال السامرية لأن الله طالبت لهؤلاء الساجدين له الساجدين له إيش بالروح وبالحق لمن ندخل لهاي المغنطة ونبدأ نسبح الرب بالروح وبالحق هذا التسبيح اللي بيشبع قلب الله في أحكام وضعت في أحكام الله وضعها على إبليس وملائكته في لحظات إحنا عايش بالضبط وينتها وشو فيها ولا شو ما لكن هذه الأحكام تبدأ تسري ويسري مفعولها لمن الكنيسة تسبح هذه الأحكام تبدأ تتحقق في إدانة العدو وإضعاف قوته وإظهاره بالضعيف أمام الكنيسة المسبحة هللويات مش بس لكن من أخذ كمان إعلان تاني في حص قيال 28 وإنت ما بيح قرين عن عدد 18 قرين عن سقوط الشيطان هناك قال له كلمة مهمة قال له قد نجست مقادسك لأنك فوق كبرت نجست مقادسك بكثرة أثامك بظلم تجارتك شو تجارته التسبيح فكان كونه مختص بالتسبيح القروب المظلل اللي كان فيه عنده كل أنواع الألات زي ما حكينا ويمتاز ب قدراته الهائلة في التسبيح وفي قيادة التسبيح الأقرب إلى شخص الله قال له نجست مقادسك بكثرة أثامك بظلم تجارتك قال له اسمع شو هو فأخرج نارا من وسطك فتأكلك وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك شو هاي النار اللي تخرج قال له الرب بنفس الأداة اللي كانت سبب ارتفاع قلبك وتفاخرك لأنك انتفخت وشفت نفسك فوق الكيان والسلطان اللي أعطي إلك اللي هو إيش تسبيح والترنيم وبكثرة تجارتك اللي ساببت لأجل أثامك بنفس هذه الأداة أنا رح أدينك ورح أخلي لن من الكنيسة تبدأ تسبح وتنجد وتعزف وتغني من الروح والحق من كل القلب مش لأجل هدف زي ما أنت عملت لكن من أعماق قلبها لأجل ما أنا فعلت لأجلها ولأجل عظيم صنعي معها وتبدأ من كل القلب تنجد اسمي وتعظم اسمي هذا التسبيح اللي بسببه أنت اتفخت واتفقرت لمن الكنيسة رح يتسبح رح أعطيها هذا السلاح هذا التسبيح رح يخلي لمن الكنيسة بتسبح هذا النار رح تبدأ تعمل بدينونة عليك أقرج نارا من وسطك قولوا هللويا فاللي بضعف إبليس واللي بصدر الأحكام بالدينونة علي إبليس تسبيح الكنيسة القوي لأنه الله وضع أحكام وتذكره لمن قلت طرد من الجن من السماء إلى الأرض مقيدا جزئيا واحدة من الأشياء اللي قيدوا وربطوا فيها هي ربطها في هذا الموضوع الكنيسة المفدية المسبحة هي اللي معها السلطان إضافة غير سلطان اسم الرب سوع اللي من خلاله لما تبدأ تسبح هناك أحكام هناك وكأنه في قضيب الحكم والدينونة بيشتغلش إلا لما الكنيسة تسبح على مين على الشيطان وكل قوات ومملكته وقوات الجحيم الشيطان بعرف الحقيقة الشيطان بحارب الكنيسة بتسبح بحارب المسبحين لكن ليش أنه عارف أنه ضعفه في تسبيحهم فما أعظم أن ندرك هذا الحق لأنه بقول ليجروا بهم الحكم المكتوب ففي حكم مكتوب كرامة هذا لجميع أطقياء حتى رب يعمل الكرام ويرفع أطقياء لأمناء ويعليهن فوق مين كل قوات إبليس مبارك اسم الرب بسوع يرفع رؤوسهم أمام أعداءهم وبهذا يضيف الله للكنيسة سلطان آخر للنصرة والغلبة في الحرب الروحية هذا مربوط في الحرب الروحية فبينما نحن نسبح الرب بالروح وبالحق يصرخ رؤساء وقوات وولاد وأجناد وسلطين شر تصرخ من أمام الكنيسة المسبحة هللويا مجدا لإسم الرب سوع لأن يد القضاء الإلهي والأحكام اللي نكتبت في سق تبدأ تشتغل لما الكنيسة بتسبح فقديش عظيم إنه إحنا نعطي للتسبيح تأثير وأهمية ولما نسبح نثق إنه الرب حي الرب حي فيظهر بتسبيحنا ضعف وعجز إبليس مبارك اسم الرب سوع في مرة من المرات استاذ ذكرت كنا عم نصلي لنفس عليها ملبوس بأروح شريري إحنا نعملها بالخفاء عشان إحراجا حتى ما نحرج حدا وطهرنا وصلينا والشيطان عند طيب معند ننعلن الدم دم يسوع غالي وثمين أمام الرب هون كان هون وإحنا الررطة الدم يسوع سكر نايم الشخص على الأرض وغمى عليه والروح الشغيرة بيحكي كان مغمض كان حط إيدي عدني مش قادر يسمع الترنيم وبلش يقلب يقلب كان الكراسي بعد بلاستيك فقلب لحد ديت وين أبو مراد لعند هناك الكراسي يقلب ويقلب يقلب يقلب خلاص مش قادر أسمع بالتسبيح كان نار تخرج من وسطك فتأكلك وقصيرك رمادا سلاح غير عادي فتاك فقوع طقف التسبيح وخليك مدرك هادي الحقيقة اللي بده إبليس يخفيها عنك إبليس بده يخفيها عنك مبارك اسم الرب بسوع كان موقف مع بعض نقول يا رب أشكرك لأجل هذا الانتياز لأجل الكرامة اللي بتعطيها لكنيستك معين بتظهر إنها بشرة